بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب إن شاء الله النهاردة نبتدي نشرح الجزء السادس من الفصل الأول لمقرر نظم التشغيل إن شاء الله الجزء ده هتناول مميزات وعيوب نظام تشغيل الحزم نشوف مع بعض أول حاجة مميزات نظام تشغيل الحزم نقرأ مع بعض كده Advantage of batch systems إيه هي مميزات الباتش systems بنقول إن من ضمن مميزات الباتش systems move much setup work أيوه يا جماعة براف وعال much move of setup work from the user to the computer معناها كده إيه معناها إن إحنا دلوقتي بدأنا ننقل شغل كبير من مين؟ من اليوزر اللي كان عليه الحمل الكبير لمين؟ للكمبيوتر بدأنا ندل الكمبيوتر مهم أكبر ومهم أصعب قبل كده كان اليوزر هو اللي كان متحمل كل حاجة كان هو اللي يدخل عن نظام ويقعد ويدخل ال input وال output ويشتغل شغل كبير لأ دلوقتي بقى دلوقتي الكمبيوتر هو المهم دلوقتي في في العمل طيب رقم اتنين increased the performance since could start a job as soon as previous job finished دلوقتي الPerformance يا جماعة زاد على ليه زاد لأنك إنت لو تفتكر إحنا دمجنا اتنين جوبز مع بعض مش كده فدلوقتي أصبح أول ما تدخل للجوب الأولانية الجوب التانية تدخل وراها مباشرة على طول بقى دلوقتي مفيش دليم مفيش تأخير جميل ضمن ضمن المميزات وأنا متهيق لأنك إنت اكتشفت المميزات دي بسرعة وبالراحة جدا لأنك إنت درست الكلام ده بالمحاضرة اللي فاتت مزبوط؟ تعالوا بقى إن شاء الله مع بعض نشوف بقى إيه هي العيوب نشوف مع بعض العيوب؟ آه يلا عيوب الباتشي سيستم درو باكس أوف ها باتشي سيستمز أيوه بيقولك من ضمن عيوب اللي إيه ها الباتشي سيستمز تيرن أروند طايم كوت بي لارج فروم يوزر ستاند بوينت آه أصبح بقى مدة التنفيذ برضو ها كبيرة شوية ليه هقولك ليه دلوقتي احنا اتفقنا نظام الحزم بياخد جوب من يوزر ويجوب من يوزر تاني ويتنمجهم مع بعض علشان يا جماعة عشان يشغلهم ويستفيد من الوقت لكن خلي بقى لك بقى اليوزر الاولاني استنى اليوزر التاني يعني ايه يعني الاتنين استنوا بعض أصبح فترة التنفيذ أطول بالنسبيا بالنسبة للمستخدم فأصبح بقى ما يسمى ايه يا جماعة اه بتيرن أروند طايم ايوه تيرن أروند طايم أصبح كبير بالنسبة للمستخدم جميل طب نشوف حاجة كمان بيقولك من ضمن عيوب الباتش سيستمز بيقولك مور ديفيكلت تو ديباج بروجرام طبعا مور ديفيكلت ايوه مور ديفيكلت ليه لانه اصبح دلوقتي انك انت كلمة دباجة دا معانا انك تكتشف الخطأ كون انك تكتشف الخطأ اصبح اصعب ليه احنا دلوقتي مش عارفين الخطأ عند مين عند المستخدم الاول ولا المستخدم التاني اللي احنا دمجناهم مع بعض كجوب واحدة ما احنا معدناش فاهمين فين فا اصبح دلوقتي علشان نعمل ديباجينج نكتشف الاخطاء اصبح موضوع اكثر صعوبة طب تخيل كمان كده لما يكون مش يوزر واحد لا اتنين يوزر تلاتة يوزر اربع يوزر اده عشرة يوزر كمان ينفع 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 تكتشف الخطأ بسهولة لا ما ينفعش طيب دي رقم اتنين بقى احنا قلنا دي كام يا جماعة ايوه واحد صح ودي كام اتنين في عيوب نظوم الحزم طب تلاتة من ضمن عيوب نظوم الحز ما فيش في نظام حماية وحماية جماعة ما فيش في نظام حماية طب الكلام ده بالنسبة لنا بقى حيوي جدا انت خلاص فهمت ان نظام الحماية ده لازم يكون مهم في اي جهاز حاسم ما كانش الكلام ده موجود طب ايه كمان بقولك اجوب كود كربت زا منطر حاجة خاطرة جدا تخيل كده ان الجوب اللي داخلة ممكن ايه ها تبوز وتضيع مين المراكب المقيم نظام التشغيل ممكن اه ها تخلي ما يشتغل كربت دي معناه ايه 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 يوسيدو مش كده اه يعني النظام التشغيل يدخل عليه جوب وما يخلوش يسياع في السلطة ايشتغل خلاص شو بقولك ايه بقى ذاس افكتنج بندنج جوبس وطبعا ده بي ايه ها يؤثر على مين عالجوبس اللي موجودة ومستنية شغلي جميل يبقى احنا كده عرفنا كم خطأ يا جماعة او كم عيوب واحد اتنين تلاتة اربع عيوب لغد دلوقتي طب نشوف العيب الخامس بقولك اجوب كود انتر افينيت لوب خطيرة جدا يعني ايه يعني ممكن اليو ايه الجوب الواحدة او العملية الواحدة ممكن تعمل ايه انفينيات لوب تدخل في لوب تدخل في دائره مغلقه ما تعرفش تخرج منها تفضل تشتغل 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 وما تعرفش تخرج منها ماشا شباب يبقى دي ايه ها دي عيوب نظام الحزم طبعا انا عارف انك انت ممكن الامور دي تبقى فاهمها شوية ليه لانك انت فهمت يعني ايه نظام حزم ازاي اتنين جوب يشتغلوا مع بعض وازاي ممكن نقصروا على بعض طيب احنا قلنا ايه احنا قلنا ان في عيوب تعالي نشوف بقى يعني ممكن نعليجها ازاي فيما بعد يحصى تخلي بالك الحاجات ممكن تتعلق ازاي بقى ينخلق ممكن اتتعلق فيما يلي لو حصلت cut corruption يعني جوب دي ايه تدمرت ووظيفتها خلصت cut corruption معنى خلاص فسدت مش كده cut corruption handled by the moods اه نقدر بقى نحط moods في النظام user mode او monitor mode معاي يا اه يعني ايه يعني شغل النظام على تنين mood على نطاقين نطاق اليوزر ونطاق مين المراقب المقيم ولو اني بينه بينك مفروض يتشغل هتنين مع بعض ما ينفعش يبقى فيه حاجة اسمها يوزل لوحده ومراكب المكيم لوحده طبعا احنا قلنا بدلول الكلام دليل احنا شوفنا بقى دلوقت خلاص يعني هي انظمة تشغيل اكثر تطورا معي جميل طيب بس يقولك وخلي بقى المراكب المكيم دوت اللي هو انظمة تشغيل اللي احنا اتفقنا عليه يشتغل على الانبوت اوبوت انبوت اوبوت ليمتد اه يعني ايه انبوت اوبوت بس هيشتغل على مين على موت بتاع مين المراكب المكيم اللي هو انظمة تشغيل اللي احنا اتفقنا عليه في بداياته ايه كمان لو حصل ان المونتور حصل له ايه ها حصل له ضرر مونتور كوروبشن ممكن نعالج الكلام ده عن طريق الميمور برويتكشن نحمل ميموري اه نخليله حماية بحيث ان مفيش حد مفيش اي جوبة تدخل على المراكب المكيم دوت او على نظمة تشغيل بتاعنا ده ويفسده مشكلة ولا ايه جميل وايه بقى كمان بيقولك على فكرة احنا بعد كده ممكن نعمل ايه الانفاينات لوبس ديات اللي هي ايه اللي هي العمل اللي هو دخل في حلقة وما انتهاش وما انتهاش ابدا ودخل في حلقة عمل مستمر ومش رضي يخلص ممكن نعملها بحاجة اسمها execution timer يعني مؤقت للتنفيذ بحيث ان التنفيذ يبقى محدود بمؤقت وبزمن محدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته